السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن فراسة المؤمن فراسة المؤمن يؤصلها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابو سعد الخدري حينما قال اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ان في ذلك لآيات للمتوسمين ان في ذلك لآيات للمتوسمين علم الفراسة هو صار اليوم علما قائما يدرسه الخبراء في ميدان علم النفس وفي ميدان علم الاجتماع وفي قطاعة امنية ودوائر حساسة ايضا يبحثون عن هذه الفراسة كما يدرسه علماء في عالم الزراعة والاقتصاد والتوقعات التي يمكن ان تحدث في المستقبل القريب علم الفراسة هو استدلال بالامور الظاهرة على امور خفية او هو معرفة الاحوال الباطنة من خلال الاحوال الظاهرة وهي في المنظور الديني هي عبارة عن معرفة ما تنطوي عليه القلوب والضمائر قد تنظر الى انسان يتكلم اما مسؤول سياسي واما وزير واما تاجر واما فنان او رياضي او اي امكان حينما يلقي خطابه ويتكلم بين الناس ممكن ان تعرف حقيقة ما يقول ما هو خلف السطور وهي عبارة عن اطلاع وتوسم الخير او الشر في الوجوه وما تنطوي عليه الصدور يظهر على صفحات الوجه فالفراسة هي تفرس في الشيء مثل التوسم هي عبارة عن خواطر ذهنية تهجم على قلب المؤمن ومن خلالها يمكن ان يدرك حقيقة الواقع وتقلبات الاحوال وحقيقة الناس الفراسة هي نور من عند الله يهبها الله تعالى لمن يشأ من عباده واذا اعطاها له احيا قلبه واستنار يسمون بالمستنيرين منذ زمان كان هناك اختصاصيون في عمل الفراسة يسمون المستنيرون فراستهم لا تكاد تخطئ وهي عبارة عن نور من الله تعالى يهبه الله عز وجل على قدر ايمان ومبلغ استبصار العبد كما قال تعالى او من كان ميتا فاحييناه فاحييناه وجعلنا له نورا جعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فهي عبارة عن نور يعطيه الله تعالى للعبد المؤمن وايضا يمكن ان نقول بان هذه الفراسة هي ذكاء وحنكة وسرعة بديها السياسيون والديبلوماسيون ومن يشتغلون في الشأن العام في الغالب لكي يكون عنده شخصية كاريزماتية لا بد ان يتمتع بهذه الصفات يستطيع ان يقرأ الافكار ويقرأ ملامح الوجوه ويخشف السلوك الانساني ويتوقع ما هي الاحداث المستقبلية طبعا هي ليست من الغيب لان الغيب هو خاص بالله عز وجل فلا يعلم الغيب الا الله ولا يعرف ما في سريرة الناس الا هو سبحانه وتعالى ولا يدرك ما يقع في المستقبل سوى الحق عز وجل ولكن الانسان بفرسته ودربته وحنكته وامانه ممكن ان يدرك بعض الاشياء لكن صعب جدا ان تدرك الغيب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عاتب صحابيا لانهم في المعركة قتله قال لماذا قتلته ومن الكفار قال لا اله الا الله اخر اخر لحظة كان كافرا لكن لما رأى الحرب قد اشتدت وصار وسط الصحابة الاقوية قال قال اشهد ان لا اله الا الله لكن الصحاب قتله قال لماذا قتلته وقد قال لا اله الا الله قال انه قالها خوفا قال اشاققت عليه قلبه اشاققت عليه قلبه يعني لا احد يستطيع ان يعرف ما في داخل الناس من افكار ولا اسرار ربما حقا صدق في ايمانه وصدق في يمينه وفي ساحة المعركة لما رأى السيوف ولما رأى الخطر ربما انتبه وربنا عز وجل اعطاه نور الايمان فلماذا قتلته اشاقت عليه قلبه لان لا احد يستطيع التنبؤ بسلوكية الناس لكن هذه الفراسة اليوم صار الناس يبحثون عنها ويهتمون بها كثيرا وتستخدم حتى في التحاليل تحاليل الخطابات السياسية والتوقعات الاقتصادية وبرامج الحكومات ومصار النظام الدولي والاخطار المحدقة بالناس كالكورونا والجفاف والتصحر هناك من يبحث عن هذه الامور ويدركها من خلال معطيات بسيطة يستطيع ان يستشف ويتوقع توقعات للمستقبل هناك في العلوم الحديثة حاول الخبراء ان يدرسوا هذه الفراسة وانطلاقا من مفاهيم ومصطلحات بقصد الكشف عن الغموض والبحث عن مفهوم الدكاء والقدر على التنبؤ والتخاطب عن بعد بل وهناك من بدأ يفسر الاحلام والرؤى ويفسر الامنيات حتى نجد في علم النفس هناك دراسات طورت جهازا لكشف الكذب وهذا تضعه جهازات اجهزة المستخبرة لاستخبارات اجهزة الاستخبارات تضع جهاز لكشف الكذب يستطيعون من خلاله انهم يرصدون المشاعر وردات فعل المفحوص لكن ليس قصدون هذه التحليلات وانما المقصود عندنا هو الفراسة الموهوبة لان هناك الفراسة المكتسبة عن طريق الدراسة في علم النفس وعلم الاجتماع وعلم اخرى كثيرة متعددة حديثة هذه لا تهمنا بل تهمنا الفراسة الموهوبة لان الفراسة الموهوبة هي نور يقذفه الله تعالى في قلب عبده المؤمن اما الفراسة المكتسبة فهذه ذكاء وصنعة وتعلم الفراسة الموهوبة الكثير منا يتمنى ان تكون عنده هي هبة من الله لعباده المؤمنين وتختلف باختلاف الاشخاص والاحوال وقوة القلب وصفائه وخصوصا قوة الايمان وضعفه هناك فراسة يوقعها الله تعالى في قلوب المؤمنين بل وفي قلوب الاولياء هناك فراسة عظيمة يعلمون احوال بعض الناس ويصيبون الضن والحدس بل ويتوقعون ما الذي سوف يكون مصيرا الانسانية والبشرية والمجتمعات وهذا كثير في الماضي عبدالله بن مسعود رضي الله عنه كان يهتم بهذا العلم علم الفراسة ولما سئل من هم افرص الناس قال افرص الناس اربع العزيز العزيز لما تحدث عن يوسف وقال لمرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا فالعزيز كانت عنده فراسة لما رأى يوسف عليه السلام وهو صغير ظن بانه لما يكبر سيكون له شأن عظيم وقد ينتفعون به فقال لمرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك زوجة فرعون لما رأت موسى عليه السلام وهو صبي ماذا قالت قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا فامرأت فرعون لما رأت موسى فراسة رأتنا الصبي الصغير ليس كبقيت الاطفال وكان فرعون يقتل الردع في تلك السنة لكنه استطافت زوجها وقالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وفعلا صار موسى ولدا يتربى في قصر فرعون وقد نفع الله به زوجة فرعون آسية فصارت من نساء الجنة رغم ان زوجها هو فرعون الطاغية وكذلك ابنة شعيد لما رأت سيدنا موسى وسأل ابوها قالت يا ابا تستأجر ان خير من استأجرت القوي الامين فكانت رؤية لما رأت موسى عليه السلام غاضا لبصره ورأته قويا جلدا صبورا مؤمنا وكان الشعيب يبحث عن من يشتغل في بيته ويزوجه ابنته رأته ابنة شعيب رؤية فحصة وفي حدثها وقع بان هذا الانسان خير فطلبت من ابيها ان يستأجره ويبقى معهم في البيت يا ابا تستأجره ان خير من استأجرت القوي الامين كذلك سيدنا ابو بكر الصديق لما بايع استخلف عمر فلما كان هناك بيع وكان هناك خلاف وكان هناك صراع ابو بكر من سوف يكون خليفته بعده كان ممكن ان يقول ابن احدى ابنائه او ابناء عمومته لكنه رأى في عمر ابن الخطاب قوة وجلدا وقال هذا يكون من بعدي وفعلا كانت خلافة عمر ابن الخطاب بعد ابي بكر الصديق قوية امتدت اثنى عشر سنة وقعت فيها الفتوحات وعظم فيها شأن الدولة واقر فيها الله العدل واكرم الله فيها المجتمع الفقراء والمسكين والايتام والارمل فهؤلاء يظنون ويتوقعون اشياء ويكونون لهم فراسة هذه الفراسة ايضا قد يعطيها الله تعالى لبعض الحكام والولاد كما يعطيها للاولياء يعطيها للاوليائه من الداكرين الساجدين تعتبر كرامات ولكن قد يعطيها ايضا للحكام والقضاة والولاد ورجال السلطة اذا كانوا يقصدون العدل ويقصدون دفع الظلم فربنا لما قال في كتابه العزيزة ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم بمعنى ان الله يهب لاصحاب الحكم والقضاء والسلطة اذا كانوا يقصدون العدل بين الناس يعطيهم حدث يميزون به الظالم من المظلوم ويميزون به الفاسد من الصالح وغير ذلك فهذه الفرصة هي اشبه بالالهام لهذا يقال هذا ملهم هذا ملهم ولطالما سمعنا في عصر الحديث بعض الناس يتكلمون عن بعض المسؤولين الكبار في نظام الحكم والدولة فلان ملهم ما معنى ملهم يعني لديه حاسة سادسة قد يكون مجاملة وقد يكون حقا الملهم هو المحدث يسمى المحدث يعني ان الله تعالى يعطيه اخبار في قلبه لان الاخبار قد تاتيك من مصادر مختلفة من وسائل الاعلام من دوائر امنية استخباراتية من كده ولكن هناك من من يحدثه الله ربنا عز وجل يلقي في قلبه الالهام ويكون محدثا لهذا محدث هذه الامة من هو هو سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يسمى المحدث لانه كان تقع له تخاطر دهني كان كان هو في في بيته او في المسجد ويتابع احوال الرعية في بقية الاقاليم والمدن وكانت الاخبار تاتيه تاتيه الاخبار من غير من غير مخبر مثلا انه لما كان يخطب بالناس في الجمعة كان يخطب بالناس في الجمعة ويقول كلام فيه وعض وارشاد وفي لحظة قال يا سارية يا سارية بن محصن الجبل 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 ولم يفهم الناس هذه الجملة الاعتراضية في خطبته والمصلون صلوا خلفه لم لم يفهموا فقام علي بن ابي طالب وقال يا سيدنا عمر كنت تخطب الجمعة ثم صليت وقلت هذه الكلمات يا سارية الجبل الجبل ما تعني بذلك قال لقد وقع في خلدي ان المشركين هزموا اخواننا بقيادة سارية بن محصن وقع في ذلك في قلبي رأيت وانا اصلي بالناس رأيت اثناء الصلاة بان هناك جحافر بن المشركين سيقدمون على المسلمين وسوف يهزمونهم ولكن اذا احتموا بالجبل فانهم سينجون فناديت سارية قلت له انتبه الجبل يعني احتمي بالجبل فالناس لم يفهموا وبعد شهر لما قدم الجيش من المعركة والتقوا بسيدنا عمر وعلي وغير من الصحابة قال يا سيدنا عمر اننا سمعنا صوتك مجلجلا ونحن في المعركة سمعنا صوتك يقول يا سارية ابن محصن الجبل الجبل فعدلنا اليه ففتح الله علينا كانت هذه القضية هي مصدر قوة ومصدر نصر للمسلمين والسبب هو ان سيدنا عمر كان ملهما وكان محدة لم تقتيه الاخبار عن طريق الاستخبارات او عن طريق الدوائر الامنية ولكن نور قدفه الله تعالى في قلبي هذا الحاكم لانه كان عادل وكان يخاف رب العالمين السؤال الذي يطرح هل هذه الفراسة وهذا الالهام وهذا التحديث هو لكل الناس ام ممكن ان يكون فقط لبعض الناس وكيف يمكن ان نصل اليه لننال درجة الفراسة لان من عنده الفراسة سيكون مرتاح في حياته سينظر الى كل الاشياء التي حوله وهو مرتاح لانه ربنا يكشف له الحجاب ويرى حقائق الناس يرى الاخيار فيضع يدهم في ايديهم ويرى الاشرار فيتجنبهم كيف ذلك الخبراء قالوا بان الحصول على الفراسة ينبغي ان نعتمد على امور ثلاثة اولا قيل كثرة القراءة فيها لان العلم بالتعلم تقرأ الاحديث تقرأ الاخبار تقرأ اعداد كبيرة من العلم كذلك الجلوس مع اهل الحكمة واهل الخبرة ان تجالس اهل الحكمة ليس الناس الذين عينهم افكار تافيها لا تختار اصحاب الحكمة واصحاب العقل والمنطق الراجح ثم الامر التالت وهو مهم للغاية هو كثرة التعبد لله عز وجل كلما اكتر المؤمن من العبادات فان الله تعالى يقذف في قلبه نورا يرى به الاشياء من حوله فالمؤمن اذا التزم بالعبادات والطاعات وتجنب الكبائر ولا يسر على فعر الصغائر ويتحر الكسب الحلال والطعام الحلال ويبتعد عن المحرمات ويتجنب الغيب والنميم والكذب والحقد والحسد وغيرها من المنهيات فان الله تعالى وعد وعد كل مؤمن في هذه الصفات ان يعطيه الله تعالى نور هذا النور هو لا يباع في الصيدليات ولا يشترع وانما هو هبة من الرحمن نور يعطيه الله في قلوب المؤمنين لهذا قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يوتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم الله تعالى جعل بعض الصلحاء يسير في الطريق ونور يسبقه قبل ان يصل الى الباب المعني ربنا يفتح له الابواب ويفتح له الله القلوب بل ويفتح له الله خزائن السماوات ويفتح له الله تلفتح العارفين بالله حياة طيبة حياة سهلة حياة كريمة لا تعب ولا مشقة ولا نصب كيف ذلك بتقوى الحق عز وجل ويجعل لكم نورا تمشون به والمعنى ربنا يخاطب المؤمنين ويقول دوموا على تقواكم وإيمانكم وجددوا إيمانكم كلما شعرتم بشيء من نزاوات الشيطان أو نزاوات الهوى فإن ذلك سيعطيكم الله تعالى نصيبين من رحمته نصيب لأصل الإيمان ونصيب لتجديده والمدوم عليه يجعل لكم من لدنه نورا ترون به ما لا يره غيركم الناس ليس سواء هناك من يرى أشياء تافهة عادية وتغيب عنه أشياء أخرى وأهل الله يرون الحياة بمنذر آخر حتى إذا قلت له اكتب لي تقريرا عن الحياة السياسية وعن الوضع العام وعن أحوال الناس قد يقولك كلام غريب ربما غريب عن المعطيات مثلا الناس يتكلمون عن التصحر وعن خطر الحياة وعن فريس الكورونا المتشدد ويتوقعون الأسوأ حسب المعطيات لكن أهل الله أصحاب الفرصة يرون أشياء أخرى يرون بأن ربما مغير هناك من يرى أهدى عقاب وأن الحياة المقبلة تكون فيها شدة وهناك من يرى بأن هذه مجرد مجرد التفات رباني أن الناس يخضعون لسيدهم ولمولاهم وأنهم يمرون بابتلاء وفتنة قصيرة ثم بعدها يجدد الله إيمانهم ويوفر لهم حياة سعيدة فيها كرمات وفيها خيرات وفيها بركات حتى يشعر الناس بأنهم ضعفاء أمام قدرة الله وعظمة الله وأن الرزق هو بيد الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه وأن الموت قريب من كل واحد منا قد تصيبه الأمراض والأسقام ويرحل ويترك كل شيء خلفه فهناك أهل الله يرون رؤية هكذا ويعتبرونها إيجابية لذا صدق من قال قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون ولهذا أيها الأحباب الكرام المؤمن إذا أراد أن يحصل على هذه الفراسة سيكون مرتاح نحن الآن افتقدنا البوصلة هناك قطاعات كثيرة افتقدت البوصلة وتسير ربما وهي لا تدري أين تسير نحتاج لكي نشعل هذا النور في قلوبنا وفي صدورنا وفي مجتمعاتنا وفي مؤسساتنا وفي كل قطاعات حياتنا وهذا بكل بساطة أن نلتزم بفعل الطاعات وأن نخلص العمل لله عز وجل وأن نبتعد قدر الإمكان عن الحرام ونتجنب المحرمات الظاهرية والبطنية وأن نستحضر جلال الله وأن نسجد لهيبة للجلال وأن نسير دوما في طريق الهدى وأن نلتحق بركب الصلحة نلتحق بركب أهل الحكمة وأهل الإيمان واليقين وبذلك سيعطينا الله تعالى نورا عظيما مباركا وهناك سر من الأسرار ممكن أن الإنسان يحصل على هذا النور بأقل تكلفة وبشكل سريع هدى ما هو هذا السر ذكر العلماء هو الاكثار من الصلاة والسلام على مقام رسول الله لأن ربنا أعطى النور لسيدنا محمد وكل من صلى عليه صلاة صلى الله عليه عشر ومن صلى عليه عشر صلى الله عليه مئة ومن صلى عليه مئة صلى الله عليه ألف ومن صلى عليه ألف زاحم منكبه منكبه باب الجنة يوم القيمة فصلوا جميعا على رسول الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة